Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative le français en couleur et avec unité 2. 1-2. 1-2. 1-4. C'est le document du livre Scholar. 1-5. هنبتدي نتعرف على اللي هي المأكلات والمشروبات أيه كمان اللي هنتعلمه في الدرس دمير الشخصي وده هنشوف ان هو بيستخدم عادة مع المأكلات والمشروبات أيه كمان والتعبير كمان عن الكمية طبعا الكميات بالنسبة لنا مهمة جدا في تحديد كميات الأشياء اللي احنا بنشتريها من السوبر مارك نشوف كمان هنتعلم كمان ان احنا ازاي نتصوق دي سور ريبرغي دان للي ريان دي سوبر ماركت ازاي نتحرك داخل أقسام السوبر ماركت ونختار الاختيارات من داخل هذه الأقسام دي زالي مائد بواسان طبعا احنا هن خاصة بالمشروبات والمأكلات طيب هنشوف دلوقتي زي ما قلنا الوصيقة بتاعة الكتاب المدرسي اول حالة نتعرف عليها الشخصيات المرتبطة بهذا الدرس اولهم سيريل طبعا دي شخصية محورية في الدرس التاني جولي وديا ساسار اخته طيب واخر شخصية اللي هي اللي هي البايع او الباقعة طبعا دي اللي بتنضم لسيريل وي بالنسبة لجولي بعد كده لما بيتكلموا على نقطة ان هم يخشوا المحل بتاعها ويبتلوا يتعاملوا معها في شراء شيء وما مش طبعا مش هسبق الأحداث هنشوفها مع بعض دولاري سيريل ام في جولي احنا متكلم دلوقتي المشهد او السن اللي هم موجودين فيه اللي هم موجودين في الشارع طيب سيريل لما بيتكلم أخته فبيقول لها ايه ما شاكس أختي العزيزة بتو مادي دمان اپريباري ام بتي ديني امي زامي طبعا هو هنا اللي ها هل ممكن انتي تساعديني عشان خطر اعيد ايه بتي ديني عشان صغير اللي مين لأصدقاء طب نشوف رد ايه جولي ام ديني ام وا كوزيني هل احنا هنطبخ كلمة كوزيني طبعا مأخوزة كمان عن كلمة كوزين طيب رد سيريل نان جو في فار انارم سالات يبقى الهدف هنا فار انارم سالات اللي هو عمل طبق صلاتة كبيرة مي اكمباني موا فار لكورس سيل تبلي وهنا بيطلب منها انها تستحبوا ايه فار لكورس عمل المشتروات هذي مصطلح برضو اخد بالي منه لان احنا قلنا فار لزاشا وفار لكورس اللي اتنين متساوين في المعنى طيب هنشوف بعد كلا هوا مو اي اكسبريسيون هناخد بعض الكلمات والتعبيرات الجديدة انجو جمان ودي المقصود بيها ايه محب الاكل طبعا ايه كمان اه اللي هو الايه العاشا مزبوط وهنا انفي تي يدعو ده فار وعندنا كويزيني وقلنا جاية من كلمة كويزيني ودي كانت موجودة في داخل الدوكيمات اللي هو يطبخ وجاية من كويزيني اللي هو المطبخ في عندنا فارلي كورس اه فارلي كورس وتوساويها فارلي زاشا اللي هي عمل المشترات بريباري طبعا ذرب بريباري من ضمن الافعال المهمة جدا في اعداد الاكل لانه هو بمعنى يعد ايدي طبعا اللي هو فعلي وساعد هي هتدي له اناد مساعدة اللي هو جاي منها ذرب ايدي ان انارم سلد وده المقصود بيها طبق سلطة كبير طبعا ناخد كيستيوعة للجزئية دي الخاصة بالدوكيمات بسرعة كده مفري وفو هنضع صح امقاطق امام كل جمل طبعا يعني طبعا للوثيقة وبدلكم نصيحة مهمة جدا ان احنا دايما نمنيك نحل حاجة بهذا القبيل او من هذا القبيل ارجع دائما للوثيقة للدوكيمات المعروضة لان ما اعتمدش ابدا في حل الجزئية دي على وجهة نظر الشخصية لا لا انا اشوف ايه المعطة فيها الوثيقة وبعد كده اجاوب عليها نشوف كده سيري لجولي سانة الاميزان سيري لجولي سانة الاميزان هلو ما موجودين في المنزل طبعا سلسفو بيتهالي كان يتوطح لما قلنا في بداية الوثيقة ايه دان لاريو في الشارع طيب سيري لانفيد سيزامي اديني هن؟ بيتهالي الإجابة صحيحة فري طبعا سيري لانضي لد جولي اهه اد اللي قلنا انها جاية من فرب ايه اي دي هلو هو طلب لد اللي هو المساعدة بتاعت مين بتاعت جولي اللي هي اخته طبعا فري اللي بعدها بسرعة سيري لانفيد سيزامي سوار هل سيري لانفيد سيزامي طبعا مش محتاجة ترجمة هنا فهذا الإجابة فري وديا فعلا صح نشوف اللي بعدها دوكيماند دو اللي هو الجزئية التانية من الدوكيماند دو ليفر اسكولار الجزء التاني من الوصيقة المدرسية فهنا إلصارت على باتيسري هم توقفوا طبعا قدام باتيسري اللي هو محل الحلوان شوف مع بعض طبعا هيدوك بينهم بعض حديث هنبتدي بإيه بسيري السيري اللي بيقول هنا بيقول جي ايه الفان اه انا جعان شوي ساتدي ان جلاس هو بيعرض هنا على اخته ان ايه يشتروا جلاس اللي هو الايس كريم طبعا مدبص كتا جيلي ردت ايه قادة بان ايدي فكرة جايدة طبعا سات باتيسري انهان بتاتر ان انتر طبعا هنا هاي بتقول ربما بيتباعين هون نشوف الفاندوز اول ما دخلوا طبعا الفاندوز لازم تصبح عليهم تقول لهم ايه بانجور وبعدك ده سيري طلب منها طلب بانجور مادام ازكوو بوندي دي غلاس عندوكم طبعا ايه ايس كريم طبعا الفاندوز قالتلو بيان سير بكل تأكيد بكل تأكيد كلمة يعني هم عندهم حرفية أو فنية عالية في صنعة الأيس كريم وهنا كلمة مش المقصود بها اللي هو اللي هو الطعم انت عايز أنهي طعم طيب رد السريد بيقول إيه أو إليو نابوكو ولحظوا هنا أن إحنا استخدمنا البرونوم بيرسونال طيب هو بيقول إليو نابوكو وفي منها الكثير طيب هو كده بيفكر طبعا إيه اللي موجود جيزيت أنتر فراز طبعا هو متردد ما بين أمرين متردد ما بين الفراز ودي المقصود بيها الفراولة وكمان فنية اللي هي المقصود بيها الفنيلية طيب رد جولي هي مقررة بقى وعرفة هي عايزة إيه بالزبط البنات شو الطار في كده فهتقولي بقى موى جوادري موى جوادري طيب بالفنزة طيب بالفنزة ردد أليت آه ديزولي آه ديزولي جوني با ديزولي ما عندهاش بشر الشوكولاتة أو القطعة الصغيرة بتاعة الشوكولاتة طيب معنى هذا طيب معنى هذا إنه لسه سريل ما أخدش اللي هو عايزه سريل بقى طبعا تعب فبيقول يعني هو الرغل سلم في الآخر بيقول ألا فراز بالفنزة والإيه والفراول طيب ردت الفنزة فبتقول تري بيان تفضلي سريل وده السلوب طبعا أنا بس ألبيه عن السعر أو التمن سفي كمبيان هنا تحديد السعر تفضلي Au revoir مادام وطبعا هنا الدلالة تحية السلام لفن ديز Au revoir Bon après-midi سريل آه جو پو گوتي تشانتي هنا سريل بيحاول أنه يتزاكع لاختو فبيقول هل ممكن أن أنا أتذوق كلمة گوتي تشانتي عينه في الآيه في الغلاس بتاعها فهنشوف جولي بترد بتقول إيه نمانجي باتو طبعا البنات أسكيف كلا ما تاكلش إيه أو ما تاكلهوش كل طيب هنخش على بعض المصطلحات والخاصة طبعا بالبواصان إيه أليمان المشروبات والمأكلات طيب هنه لسوبرمارشي بيتعلي معروفة لمارشي السوق فحادي زاتو طيب لا پاتسري پاتسري اللي هو محل الحلواني اللي بيدوك في الحديث أليمانجي بيتعلي معروفة بخصوص ال персонаж الشخصيات احنا تعرضنا لي ان vendeur وطبعن ان vendeuse الموانس بتعو ان pâtissier ان pâtissier ودي المعصود بيها الحالوانيوي الموانس ان épicier دل بأل ان épicier الموانس un client العميل او الزبون un client العميلة طيب les objets qu'on utilise ou qu'on achète ايه الاشياء اللي احنا بنستخدمها او بنشتريها نشوف طبعا بنستخدمها جوة السوبر ماركت le sac de course اللي هي شانطة المشتروات بعد كلا عندنا ايه اللي الارفم احنا عنا الاطعمة او الطعم المختلف de la glass دل ما هو الاكمباني ساسور pour faire le course طيب easy t يتردد go t يتزوق vendre يبيع وطبعا عندنا vendre و vendreuse اللي هو البيع والبائع طيب هنا الاسبريسيون في تعبيرات موجودة شفناها في الدوكيمان بنشوف هنا ساتدي انجلاس ايه رأيك هي ساتدي يعني المقصود بها انه هو بياخد رأيها او بيعرض عليها بروبوزيشون معين او عرض معين فهنا ايه رأيك ناخد ايه لاز طيب jai une petite fin وهنا المقصود بيها يعني جعان شوية اوجوع بسيط الصان ارتزانال والمقصود هنا هو انه هم فنانين في صنع الايه الايس كريم او عندهم حرافية عالية في التعامل مع الايس كريم بعد كده سافيكم بيان السؤال عادي جدا بيتقال في حالة السؤال عن الايه عن السعب تمام ايه بصبع بعض بيقول شوزي لابقى ريبانس هنا بقى هنخش على الاسئلة اختاروا الاجابة الصحيحة ودايما انا بوصيكم لازم ارجع للدوكيمان فيش حاجة اسمعها رأيي شخصي سريل جليس صندان او اخيرا او اخيرا طبعا بيتقالي الاجابة سهلة جدا او اخيرا او اخيرا موجودين في محل حلواني طيب فو سلان لديو ديالوج هناخد باقي ديالوج اللي حسب يعني هناخد الدوكيمان من اولها فدايو اعتبر سؤال عام على كل الدوكيمان بيقول هنسيريل demande لدد سا مر بيقول هناخد باقي لديو باقي باقي ديالوجودين في محلواني ديالوجودين في محلواني اللي باقي ديالوجودين في محلواني اللي باقي ديالوجودين في محلواني بيتهياء لي كان واضح جدا بس ايه لي هرد بعد كده هوا هنشوفها ليه ايه ان هي قالت له متاكلش كل الجلاس طيب هنخش على جزء خاص بالجرامار وهنا بنتكلم على اللي هي أدوات التجزيئة ودي يا جماعة اللي هي ببساطة دي ودل دلا ودل الابوستروف والدي دول من استخدامهم في ايه عادة بيوضعوا أمام الأشياء التي لا تعد وعادة هي المشروبات والمأكولات وعشان نشوف بالزبط استخدامها مؤشر بسيط الدوت طبعا بتتحط قدام المسكولين سنجوليير اللي هو المفرد المذكر دلا مسكولين سوري قدام الفيمينان سنجوليير اللي هو المفرد اللي ايه المؤنس دلا الابوستروف قدام ايه قدام السنجوليير بس كي کمانس بار انوويل اللي هو بيبدأ بحرفه متحرك والأخير طبعا دهان اللي نان بلوريال اللي هو الجامع نبصب على بعض كده اللي زارتكلي بارتتيف ادوات التجزيع ايه دو زي كلمة ايه دوري الارز طيب تعالوا هنا دلا قدام المفرد المؤنس ايه دلا سلاد دلا الابوستروف قدام المفرد اللي يبدأ بحرفه متحرك دلو مية او الماء دي قدام الجامع بنوعي ايه دفروي فاكهة اوكي برضو بعض الافعال اللي انا بستخدمهم امام المأكلات والمشروبات طبيعي البرب مانجي ده اول فعل اللي انا بتعرض اللي هو يأكل بوار يشرب اشتي اشتري برند ريا خز متر يضع فار اللي هو يعمل او يفعل طيب ايه المانجي دوري ادي مثال على البرب مانجي واضح جدا اننا في حالة النفي اللي هي فورم نيجاتيف ادوات التجزئة والاعداد والكميات تحول الى كلمة دو زي ما احنا شايفين يعني هنا هو في صيغة الاسبات كانت موجودة كلمة دو قدام كلمة ري ادوات التجزئة تحولت الى ايه الى دو قدام كلمة ري لان الجملة في الحالة التانية منفية بنو وبا طيب دو دو ودو لأو دو طبعا حكايتهم معانا كتير جدا هنشوفها احنا بنتكلم دلوقتي على الفورم نيجاتيف اهي بيتحولوا الكلمة دو انا اديت مؤشر في الاول عشان خطر نسهل علينا عملية شرح هذه الفكرة البسيطة طيب في عندكم الكميات كل هذه المصطلحات تعبر عن الكميات يعني الى حد ما بوكو دو كسير من بو دو قليل من طرد زائد عن الحد طبعا هي المقصود بيها كم للعدد طيب هنا انا بسأل عدد البنات في الفصل فبالتالي بعد كده هوا هنشوف ما هي وجبات اليوم طبعا في اربع وجبات خلال اليوم الواحد طبعا احنا عارفين او متعرف عندنا الفطار والغدا والعشا ماشي بس هو في وجبة تانية اللي احنا منسميها اللي هي تصبيرة او اكلة كده بسيطة بتبقى في خلال ايه منتصف اليوم هنشوف اسمها ايه في وسط الاربع وجبات اول وجبة ودي عارفينها الفطار ودي دايما بتبقى لما تان طبعا صواح احنا عارفين كده كويس طبعا للديجوني وهو الغداء ودي عادة بتبقى لما تي في فترة الظهر طبعا لجو تي هدي المسمى الجديد طبعا نحارفين كلمة جوتير يعني هتزوق وجاه منها كلمة جوتير ودي المقصود بيها التصبيرة يعني معناها اكلة بسيطة باخد حاجة كده بسيطة كواسان اي حاجة منها هذا الخبيل ماشي ودي بتبقى لابريمي دي بعد الظهر الغايت لما اوصل للديني طبعا اللي هو ايه فترة السوار المساء اللي هو العشا ماشي بالدني يبقى لسوار يبقى الجديد علينا اللي هو الجوتي طيب نكمل او بتي دي جوني ان پو مانجي هنا لازم حدد ايه اللي باكلو فكل واقب عشان خاطر ده يجي لي على شكل اسئلة كسيتياشان او خلاف فهنا هنا مساء باول او بتي دي جوني لازم اخوض حاجات خفيفة ان يعني دي المربو ايه كمان دي پن الخبز ده ما فاش كلام اوسي اون بو بوار هنا بقى المشروبات اللي هي البواسان هنشوف دي كافي اه ان تي او ان جو يا شاي يا عصير طيب نشوف كده او دي جوني اه ابتنين ننتقل للمرحلة اللي بعد كده اللي هي فترة الزهر اللي هو الغدى ان پن مانجي دي لعن لعن دي پولي اللي هي الفراخ اي كمان دي پوصان سمك او الاسمك دي لگم خودروات وطبعن خودروات دا اكتر حقا صحي وفل اخر دي او دي لعن باعت اللي هي المقصود بها الماكارونا طبعا الارزة او الماكارونا طيب الجديد اللي هي الجوتي اللي هي واجبة الواجبة البسيطة اللي بتبقى ما بين فترة الغذاء والعشاء والممونجر تارتين بسكويت بسكوت بسيطة جدا بسكويت الكريب و دي باتو طبعا المصطلحات واضحة ودي تبقى حاجات خفيفة جدا كم بواسان اللي هنشربه دو جو عصير دو تي دو كافي طبعا احنا متعودين على كده في فترة ما بين الغذاء والعشاء احنا هنتكلم بقى في الديني اللي هي اخر واجبة في اليوم هنبص كده بنأكل ايه دي سريال سريال هنا ممكن كلمة جديدة عليكم شو وهي المقصود بيها الحبوب منتجات الحبوب عمتا زي الخبز وخلافه منتج عن ايه عن البلي اللي هو البلي اللي هو ايه الدقيق وهنشوف حاجات تانية إبا إذن كلمة سريال هي كلمة جديدة اخد بالي اللي هي منتجات الحبوب افاك دو ليه بنشوف برضو باللبن القلبان آه ممكن نأكل ايه دي ياور بنأكل دايما حاجات خفيفة ايه هو الياور اللي هو الزبادي طيب هنبتبن نخش على مرتبطة باجمال الدرس والمصطلحات اللي احنا اخدناها لانا قلتلكم المصطلحات دي لازم تتذكر لانا هتجيلي على شكل السيتياتيان في معظم الأحوال كلمة سيتياتيان في معظم الأحوال ايه لمنكن نأكلو في المخفيفة لأتيه تي دمانده لنخوة سو كيل أم كم مصطلح سوكري بيتس ألو إيه اللي بي حب يأكلو كاي برودوية اللي هي منتجات سوكري طبعا واضحة جدا انها جاية من السكر للمنتجات السكرية نشوف جامل شوكولات جادور لغاتو وجامبوكو لغلاس طبعا واضح هنا ان كل دي اجابات ممكنة على هذا هذا الموقف او هذه السيتياتيان اذا جاتلي بيسألني ايه المواد اللي انت بتحب تأكلها كمنتجات سكرية ممكن اقول جامل شوكولات جادور لغاتو طبعا دا كلها منتجات سكرية وجامبوكو لغلاس اللي هو الايس كريم وده المحور اللي احنا لفنا حواليه فيه داخل الدرس طيب ايه كمان ممكن يجري كشكل من أشكال الأسئلة وارد عليها بكم إجابة انكوبان تدمانده سكيل فو فار پور اتر ان فارم هنا صديق ليك بيسألك ايه اللي ممكن يعملو عشان خاطر يصبح فيه في تمام السحة نشوف يعني اتر ان فارم يعني في تمام سحة هاتقولو ايه نمانجة پا بكو ده پرودي سكرية والنصيحة انت بتقولها ودي واضحة بتعال ان الواحد ما يقولش منتجات سكرية كتير بوابكو دو الواحد لازم يشرب كثير من الماء اوكي وطبعا على حسب المعروف بيبقى من واحد لواحد ونص لتر في اليوم طيب طنامي ايه تنفرم صديقك بقى ايه بيكون هنا في آسف بيكون في الفورمات تسأله بقى هنا هسأله عن السكرية ايه هو السكرية؟ السر ان هو في صحة جاية فهو باردو بيرودو بيقول ليه ايه كمان جه فى دو سبور طبيعي مو مرسة رياضة ايه كمان جه مانج دي پوسان اي دي فروي باكو الاسماء كويه وفاكه خدوا بالكو كويس ان احنا بنعرض ايه اللي ممكن تأب unstoppable كأجابه منطقية على أي موقف جيلك بهزا الشاتح يابا لازم اخد بالي من التكلامنى اه ل worthless amis نوسيقى 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 من الثاني مرسي من هوا diye اعراف مرسي أو الاروار اه lovedس قد يدو